المفاسد اللي انت بتجيب بالخروج اكبر من المفاسد اللي انت مركت شان تزيلة. انت مركت شان في صف عيش. وفي صف بنزين. وفي دواء في ندرة. طيب? انت لمن تمرق وينفرط الامن. حيبقى بنزين زاته ماف مش في صف. ماف. وعيش زاته ماف مش في صف. ماف هو زاته. والطرنبات هتتحرق. كويس? والمحلات الدواء الصيدليات هيخشوا يكسروا الصيدلية وممكن يفجروا بالبنات الشغالات الطبيبات في الصيدلانيات دي. في الصيدليات. كويس? ده كله بحصل. انت ما بتراعي للمفاسد ده كله? ما بتراعي لا يا اخ? يا اخي راعي لانفلات الامن فقط. وهم طبعا لما انت تقول كلام زيدة طوالب يطلعوا لك العلماني يقول لك شوف المتاجرات. اول ما احنا نتكلم عن الظلم والحياة الحاصلة بينه يقول لك انظر الى نعمة الامن. ايو نعم انظر الى نعمة الامن. لان انا في النهاية لو جاز الخروج. انا بخرج عشان ازيل مظالم معينة وعشان اصلح بلد. انا اول حاجة هافك الامن. هيبقى انت عندك البلد عبارة عن فوضى. ايزال يعمل الدائره? ما بتأمن عليه حرمتك في البيت. ما بتأمن على اخواتك. ما بتأمن انت على بناتك اللي بيطلعوا من البيت. ما بتأمن على نفسك. انت دا تقول الله الان في اصف عيش. انت بعدين لو ادوك العيش ده وما بتكرت مشي بالبيت انت ذاتك. ممكن انت شاهل العيش واحد يقلعوا منك في الشارع. بنزين بتاع البطلون بدأتها بيحرقوها. وعربيتها جدا ذاتها حتقعد لك. يا ناس لو انفرط الامن والله الناس تندم تندم على اليوم اطلعهم. واخد شاهد واحد بس اتذكروا لو انت حضرته ما تكونوا كمان منه على الولادات المحي يضروا دي لك ذاته. الفين وخمسة. يوم الانفلات الامن بتاع موت. ديون قرن داك. الناس ما ضاقت الامرين. الناس ما شافت بعينها. الحياة اللي حصلت. ما شوفنا بعيننا النسوان اللي بيشكوا. وبيبكوا بادموعهم. انه بناتهم شالون وفاتوا بهم. بعيني دي. وسمعتها بعضاني. ما هنا جنبنا بي جاي. طبيبة صيدلانية. في الصيدلية جوه اغتصبوا عشر حد ما ماتت جوه الصيدلية. ما الناس شايفة الاحداث اللي حصلت قدام عينا. ما ماتوا العشرات من الناس من الابرياء ونهبت الاموال وانتهكت الاعراض. دا بسبب ضياع الامر. ما انت بعد داك تاني اللك دا ذاته كانت دوك للعيش دا. وقعدت بفي بيتك جوه. انت ما بتقدر تاكله. لانه اتفلت الامن. وعشان كده الفقهة لما اتكلم وانه ابن تيمية وغيره. قالوا يا اخي. ها? سلطان غشوم. خير من فتنة تدوم. سلطان غشوم. خير من فتنة تدوم. خليكم عندكم عقل. انا بتكلم مع ريال الدين الناس اللي عاملين فعندهم فقه. عاملين فعندهم فهم. ما اتغرروا بالامة وتضيعوا الناس. وتضيعوا البلد. البلد ما بتتصلح بفساد. ولا بمظاهرات. وبالتالي الناس يتذكروا الامور دي كلها وتخطها نص بعينها. واخيرا نقول تتصلح كيف الوضع دا. ما لو وجهوا لينا سؤال. انه نخرج على الحاكم دا ما بديو يزعرفنا. ها? وبعدين اه الفساد والمظاهرات ما يلا البلد تصلح كيف? وفي مظالمة الان قدامنا. اول حاجة بالنسبة للحاكم. الحاكم النبي صلى الله موجهنا بانه الحاكم ينصح. ونصيحة الحاكم بتختلف من غيره. انتبهوا. لما له من الهيبة. والعظمة. ولما عنده من الجبروت. ماذا يغيره? ممكن غيره يقبل منك النصيحة في الشارع وتكورك فيه. لكن الحاكم ما يقبل. وفي ازالة هيبة الحاكم وسلطانه فيها تجرؤ بتجعل الفساغ والمجارمة تجرؤوا عليه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون ائتياء فرعونة. معين فرعون كافر العين. لكن ما عدا شوف كيف انه يوجه الحاكم. قال اتياء فرعونة فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. الحاكم تمشي له. وتنصح وتوعظه. ولكن لا يتكلم عنه في العلن. لما في ذلك من اثارة الفتنة. وتهييج الدهماء. ما في اي اصلاح. اما الاصلاح له تمشي له انت تتكلم معه. وتوجهه. وتدعو ربنا ليه بالصلاح. ما انحنا احنا شخصيا ما طمعان في شي منه. ما عليش النازل يقول لك يا اخي. وهدو استهتر يضحك ولك يا اخي هدو عليه وكمان. ليه يا اخي المشكلة مين? ما صلاح وفيه صلاح للرأية. انت ما طمعان في حاجة. زد على ذلك صلاح البلد يا اخوان بيحتاج انه احنا كلنا. نرجع لربنا. ونصلح البيننا وبين ربنا. ونصلح ديننا. وننصلح في نفسنا. لانه نحنا الليلة دي لو صبحنا الصباح بكرة. ولجينا الحكومة دي ما فيه. ما معناه سودان الصلاح. والله يصدقني. والله ما معناه سودان الصلاح. ولا عن الصلاح الا نحنا نصلح نفسنا في الاول. لانه الحاكم بتاع اي بلد بيكون على شكل الرأية بتاعته. انت لو داير تكون عندك حاكم وامام عدل. ها? حاكم عدل. لابد انت تكون ذلك هو يسوي الحاجة. وروي عن نبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ما تكونوا يولى عليكم. اذا كان نحنا في مجتمعنا وفي تعاملاتنا. البيناتنا. والغالب على المجتمع. والسمى العامة في المجتمع. او الغالبة الغش في السوق. بتاع الطعمية بسويها لك بيعيش مكسر. كويس? ويسوي لك بزيت الراجع. وبتاع اللبن بغشك يكب لك موية. والكمسار يتدل قروش ما برجع عليك. وبتاع البنك بلعب عليك. والموظف بلعب. غش غش. البنات المشات في الشارع. الحياة اللي بتحصل. الحفلات. وخلقنا عامل كيف. دا كله حاصل. لا يمكن نحنا يجينا حاكم عدل زي عمر بن عبد العزيز. وعمر بن الخطاب. ونحنا كده. دا ما بيحصل. نحنا اول شي نرجع لربنا ونصلح نفسنا. اتنين. البلد بتصلح بانتاج. ما بتصلح بينقة وكلام فارغ. تصلح بالانتاج. نحنا نشتغل وننتج. بلدنا زراعية يا هادي واسعة. لو نحنا انتجنا بلدنا بتمش. والمصانع وغيرها. نحنا ننتج ونشتغل ونتهد. البلد كده بتصلح. يومنا اللي احنا صلحنا نفسنا. صلحنا علاقتنا مع ربنا. ربنا حيصلح حاكمنا. لو ما صلحوا ربنا بجيب لنا الحاكمة الزيينة او الكويس. اذا دي خلاصة الموضوع كان الكلام لسه كتير وفي حاجات تانية وشبهات قالوا الناس لكن ما يكفي الوقت لها. وطال بين المقام كتير. اكتفي بهذا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.